أذنها الكبير والشديد لرحيل شخصية مهمة عن وسط الرياضي شيء طبيعي أبو نواف أن تكون كل أيقونات الصحف أو عنوين الصحف اليوم تتكلم عن شخصية رياضية شخصية تحملت الكثير وبنت الأهلي واستمرت بدعم الأهلي وأنجزت في الأهلي وكانت تعمل مع كل إدارات الأهلي خلال السنوات أو خلال الأربعين العام الماضي وفق لبيان الأهلي لكن السؤال يطرح نفسه سمو الأمير خالد بن عبدالله هل بيكون متواجد في ظل أن إشارة سمو الأمير خالد إلى برنامج الخصخصة وإلى تهيئة النادي ماليا وقانونيا واضح أو إيهام أو أنه الأمير خالد لن يبتعد بقدر أنه ابتعاد ما قبل هذه المرحلة وبعده سيكون متواجد من خلال الخصخصة واضح من البيان واضح من اتجاهات البيان واضح من مضمون البيان أما ابو نواف بشكل عام الصحف أنا أعتقد تعاملت مع الحدث بصورة جميلة ولكن كان يعني أنا أعتقد أنه الأمير خالد لم يبتعد بقدر أنه يعني الرجل قادر أنه يعني مع بداية الخصخصة سيكون حاضر سيكون متواجد وربما يكون الأمير خالد في ظل أنه مسودة سابقة لبرنامج الخصخصة أنه سيتم فتح المزاد الأندية على الأفراد وليس الشركات وأعتقد أنه الأمير خالد قادر أنه يكون من ضمن هؤلاء الأفراد الموجودين في السوق أو من خلال صندوق الخصخصة الفترة القادمة نعم يعني أنت إلى حد كبير تتفق مع أستاذ عبد الكريم لما قال احتمال أن نرى لها عودة لكن بشكل مختلف بشكل مغاير يعود الوسط الرياضي هذا اللي تقصد أبو جهاد نعم طيب عبد الكريم حتى في رحيل الأمير خالد بن عبد الله رحيل مختلف